مرحبا بكم اليوم سنعمل الكسفسي أو المفتور يختلف اسم من البلد لآخر لوكر هو مناسب لأنواع الضايل بالأخص للكيتو ضايل ولو مرضى السكر يلا عباس الوز الكيمية نضيف ماء ساخن نتركه تقريبا من خمسة لعشر دقائق لما الحبة مثل هيك تطلع من خمسة لعشر دقائق مثل ما انتو شايفين هيك صفينا الماء وبنعملهم كلهم موضوع سهل بننشفهم من الماء وبنتركهم في المطبخ تقريبا 24 ساعة على ثاني يوم ينشفوا براحتهم واذا انتم مستعجلين حطوهم في الفرن في الرف الأوسط تقريبا سبعين درجة ماء على البطيء مثل ما انتو شايفين هيك نتركتهم 24 ساعة بنطحنهم طبعا على مراحل خمس ثواني بنوقف خمس ثواني بنوقف لانه متل ما انتو لما تدعكوا ايديكو ببعض كيف بصير فيه حرارة وكتر الطحن بطلع الزيت اللي في اللوز واحنا مش عاوزين نطلع الزيت اللي في اللوز بصير حرارة كتير مثل ما تدعكوا ايديكو بصير حرارة ونفس الشيء المكينة اذا منشغل باستمرار بصير حرارة وبطلع الزيت واحنا مش عاوزين الزيت يطلع ممكن عمل العديد من الوسطات من دقيق اللوز مثل الخبز الماكرون الفرنسي الشيء كتير ممكن احنا نعمل منه بس كويت يجب ان تكون فتحة الغربال كبيرة الى حد ما يعني تكون مش لازم تكون صغيرة اللي هو السكوب مثل ليك لازم تكون ايك اصباح جاهز شايفين كيف كتير بسيط كتير هو رواعا احنا ممكن نعمل كمية كبيرة نوضع في وعاء ماء ونتركه يغلي تقريبا نصف الوعاء ونوضع غربال فتحة صغيرة لازم الغربال تكون فتحة صغيرة من شان ما ينزل الدقيق منه نوضع الكمية المناسبة ونغطي لمدة خمس دقائق هيك بعد خمس دقائق اصباح جاهز شايفين كيف هو كتير رواعا هيك اصباح جاهز انت بتعمل الكمية اللي انتو بتكون اياها يعني سهل كتير للموضوع ممكن نوضع زبدة ممكن نوضع شطة ممكن نوضع ملاح هذا حسب انتو زوجكم حسب انتو كيف متعودين على الطعام هيك اصبحت جاهزة سأوضع طريقة اليقنية وطريقة الدجاج وتوابل الدجاج تحت في صندوق الوصف هاوضع كل الوصفات تحت في صندوق الوصف اذا انتو بتكو تعملو شش طوق او الجاج او توابل الدجاج هاوضع كله تحت في صندوق الوصف ملاحظة يجب عليكم دائما التأكد من هذه الوصفة وجميع الوصفات بتناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد مكونات بتناسب جميع الاشخاص لازم دائما نحن نتحرى من المكونات هل بتناسبنا ام لا متل ما تشايفين وصفة كتير بسيطة وكتير سهلة اتمنى انتو قلي رايكم تحت بالتعليقات لانوا رايكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على صفحة فيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائب وانشان يصلكم كل جديد في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة